كل حائز على لخصة سيق مهما كان صنفها معرض لارتكاب مخالفات مرورية لكن لأن المخالفات أشكال وأنواع وجب على الجميع تجنب الوقوع في المخالفات من الدرجة الرابعة أو ما يسمى بالجنح المرورية حوالي أربع خمس بل ست حالات في هذه النقطة أولا تعتبر من بين الجنح المرورية هي نوضحها للمشاهد الكريم ولمستعمل الطرق حتى يتجنب الوقوع في هذا الفخ من المخالفات فعلى سبيل المثال تعد محاولة استخراج رخصة سياقة ثانية أو حيازتها بتصريح كادب جنحة مرورية تكلف مرتكبها الحبس ما بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات بالإضافة لغرامة مالية بين عشرين ومائة ألف دينار جزائري سياقة السيارة دون حيازة رخصة يترتب عليها السجن ما بين ستة أشهر واثنى عشر شهرا وغرامة مالية بين عشرين وخمسين ألف دينار جزائري جنحة قيادة مركبة خارج سنف رخصة السياقة تصل عقوبتها ما بين ستة أشهر وسنة كاملة زائد غرامة مالية تتراوح بين عشرين ألف وخمسين ألف دينار جزائري مع تعليق رخصة السياقة لسنة كاملة ومنع السائق من الترشح لحيازة رخصة سياقة الأصناف الأخرى سياقة السيارة مع سحب الرخصة أو عدم تجديد رخصة السياقة المنتهية الصلاحية تكلف السائق السجن من ستة أشهر إلى سنة كاملة بالإضافة لغرامة مالية بين عشرين ألف وخمسين ألف دينار جزائري جنحة تجاوز السرعة المحددة في الطرقات السريعة بأربعين كم في الساعة وبثلاثين كم في الساعة خارج التجمعات السكانية وبعشرين كم في الساعة داخل التجمعات السكانية تكلف مرتكبة غرامة مالية بين عشرة ألف وخمسين ألف دينار جزائري هذا وتجدر الإشارة أن إعادة ارتكاب نفس المخالفات المذكورة سابقا سيكلف السائق عقوبات صارمة ما يجعل التزام السوق بالقانون ضرورة ملحة حفاظا على رخصهم ومركباتهم والأهم حفاظا على حقهم وحق الآخرين في الحياة